السلام عليكم تاديكس خارطوم يوسف الملة من الإمارات CEO of TCO Management Consulting نحن متخصصين في الـ Public Sector Consultancy في الاستشارات القطاع الحكومي في الإمارات ومنطقة العربية تقريبا التفكير الإيجابي هو أن there is always a future bright future coming up success never stops at one start and what place وطبعاً أن لجاح الشخص لازم يكون متواصل وطبعاً لأن التفكير الإيجابي هذا كنحن كمسلمين يعني وكهذا ضمن الإيمانة بغضاء القدر ونحس أن بكرة إن شاء الله ستكون أيوم أحسن ومثل ما يقولون الفيلير is just a step to go forward فتفكير الإيجابي طبعاً بنفس الوقت هو what build success what build innovation وكرياتيفتي والإبداع خاصة أننا حالياً في المنطقة العربية تفكير الإيجابي هو اللي بيساعدنا إن شاء الله على أن تخطى المرحلة الحالية المرحلة الصعبة اللي نحن نمر فيها حاليا المرحلة إن شاء الله تكون حسن ومتطورة والعيش وسلامة إن شاء الله بإذن الله شكراً شكراً